تانية بقى نفس الامر محمد صلاح بص يا سيدي محمد صلاح هو مجاش زيه في تاريخ الكرة المصرية تمام مجاش حب اللي تحبه في الكرة يعني ممكن تقول لي انا بحبه في نقطة من محمد صلاح براحتك بس محمد صلاح النموذج ده مجاش زيه في الكرة المصرية وفي الرياضة المصرية بشكل عام قبل كده تمام فاحنا محظوظين بوجود محمد صلاح معانا في الرياضة المصرية نحات تانية إنه في المستقبل القريب إحنا مش شايفين ملامح خليفة لمحمد صلاح في الملاعب الأوروبية يعني مش شايفين حد هيتطلع كده نقول عليه إيه ده إن شاء الله هيكمل مسجد محمد صلاح في الملاعب الأوروبية فالمستقبل القريب شكله كده ما فيهوش محمد صلاح تاني الله أعلم بالغيب ما قادرش أقولك بعد خمسين سنة هيحصل إيه بس المستقبل قريب ده مش ما فيهوش حاجة طيب أقول الكلمتين دول ليه فيه ناس بقيت تتعامل مع محمد صلاح ده أنه معادي ما تكسب دور إنجليزي ولا تكسب دور أبطال أوروبا ولا تبقى هدفة دور الإنجليزي 3-4 مرات ولا تبقى أفضل لعب في العالم ولا الكلام ده عادي يعني ده لي كنت لا مش ليه هو ومش ليه هو لما بيتنده باسم محمد صلاح الملك المصري في الملاعب الأوروبية كلها رقبتنا مرفوع للسماء لما حركت بقى في أي مكان في أوروبا أو مش في أوروبا وتلاقي الناس دي تقولك أنت من بلد محمد صلاح ده حاجة ما مش قليلة أنا بقولك كلمتين دول ليه مش عشان موقف معين أنا بقوله بشكل عام من أول ما محمد صلاح بدأ الموسم مش الموسم ده بس من بدل بقى فيه تصيد لمحمد صلاح من بعض الناس من كل من الناس تصيد إلحق محمد صلاح قال إلحق محمد صلاح تكلم إلحق محمد صلاح تشاف إلحق شفت فيديو محمد صلاح إلحق شفت صوت محمد صلاح إلحق محمد صلاح ما جابش جول النهاردة يه ده محمد صلاح ما بصرش الكورة ده محمد صلاح لما ليفر بول سمان ايه فمحمد صلاح بقى عنده مشكلة يا سلام يا سلام ده بالمناسبة يعني الشيء يذكر يعني بيرميونيك بيتباهدل في الدولة الألمانية حالته صعبة جدا مع ساديو مني يعني بس على طول محمد صلاح وعنده مشكلة عند بعض الناس يبقى هدف الدولة الإنجليزة آخر جولة سونة سوا معاه سونة سوا معاه في الهدف ما بقاش هدف من فائد يا سلام ده كان اللي بيجيب عندنا جولين ولا ثلاثة ولا أربعة في الدولة الإنجليزة كنا بنعمل احتفالات بيجيب أربعة تيونة ده اللي كان بيلعب في الدولة الإنجليزة شوت كنا بنعمله احتفالات الموضوع بقى عادي بالنسبة لنا بالنسبة لمحمد صلاح أنا بقولك كلمتين دول ليه عشان الطبيعي والمنطقي لو انت شايف ان محمد صلاح بداية الموسم بتاعته مش جيدة فده دورنا بقى ندعم ونساند ونشجع ونقف معاه ونقول انت بطلنا انت أفضل لاعب في العالم احنا دايما شايفيناك كبير مش احنا اللي نهبطه ده هو اللي بيشرفنا هو اللي رفع رأسنا للسماء هو اللي بيرفع عالم بلدنا الناس بتنده باسم بلدنا في أوروبا بسبب محمد صلاح نقطتين بيتوريا لسه بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ المشوار ونوقف جنبه ونوقف في ظهره ما نعودش نقول أصله لا شكله مش هيبقى شكله مش هيبقى ايه حنستمع ليه بشي الراجل ما يلعب محمد صلاح انا بس هنعرف الكاميرا بقوله دوت بعد 3-4-5 سنين كده هيبقى كلام مهم دلوقتي بالنسبة للبعض هيقول لي لا يا عم سكت ما تتوش عارف حاجة بس بعد 4-5 سنين هيبقى مهم هيبقى مهم ليه عشي احنا هنقول يا ولا يوم من أيامك يا محمد يا صلاح بقاش فيه فرقة أوروبية بنفرج عليها بسبب محمد صلاح بقاش فيه لعب مصري بيشرفنا وبيسجل ألاف زي محمد صلاح هنقض نقول كده لما يعتزل يعني ننحناش بعملنه شوية ننبسط معاه وهو ينبسط معانا شوية من ما نعمل ده وشها في حاجة في حاجة غريبة في السوشال ميديا في حاجة غريبة في بعض الناس وانا اتكلمت على القصة دي من كم يوم ومش عايزة اقرارها تاني انه الناس اللي بتقيه صفحات كده والكونتات على تويتر يشتغلوا مع بعض والناس بطبيعة الحال بتمشي مع الحالة الجماعية انه الناس النهاردة هنهاجي بمحمد صلاح يلا نهاجي بمحمد صلاح النهاردة هنشيد بمحمد صلاح يلا نشيد فيه ناس طيبين زي حالتنا هنشيد بمحمد صلاح وهكذا لا فكر بقى فكر واحسبها ما لكش دعوب اللي بتكتب على السوشيال ميديا انت شوف قرارك ايه وكتب اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه وقول رأيك اللي من دماغك مش الصفحات او بعض الصفحات بتبقى كدبها بتوجهما في وقت واحد ده فيما يخص محمد صلاح